السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبدالله من قناتكم اليوم سأعطيكم شرح كامل لعمل تصليح لمشاكل اللي تواقهك لتشغيل الألعاب أو الأخطاء اللي بتصير عندك طبعا من بعض الناس تفرمت كمبيوتر لازم بعد أن تفرمت تفرمت كمبيوتر تفرمت كمبيوتر من بدل ما تذهب للويب تبحث عن تعريف لغرافيك كارد هناك طريقة أسهلة تضغط كمبيوتر بعد أن تذهب بعد أن تفتح تذهب تضغط على هذا الزر اليوم من قبل أن أمضي الزر وفادي ثم نظر فكرة ثم نعم 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 اعتقد ان معظم الناس لديهم مواحد فلا يحتاج بعدما حدثنا الـ Graphic Card هناك شيء ثاني ما هو DirectX DirectX يعطيك كامل معلومات التي تحتاجها تشغيل جميع الألعاب وهو ملفات ديل يتثبت البرنامج طبعا البرنامج مقاني نبحث عن البرنامج البرنامج هنا ستطلب رابط الموقع أو بإمكانك انك تبحث البرنامج مقاني موجود في كثير من الموقع اميب التنزيل مقاني و سيتحمل معك حسناً بعدما يتحمل هو ملفات و ستضتطر بالطريقة العادية أقري Next و سيتثبت معك توميش بعد ما خلصنا تثبيت هذا طبعا بعد ما سوينا هذا الطريقتين روح وقرب افتح اللعبة يمكن بتفتح معك لانه هذا الطريقتين اللي هين اهم طريقتين هذا الطريقة مو بواجد مهمة بس اذا هذا الطريقتين ما بنفعل معي بنقرب هذا الطريقتين طبعا اشهد طريقة هذة طريقة بيعطيك فكس او تصليح او كراك لاللعبة اللي انت عندك وعندك مشكلة معها فا بنروح لهذا الموقع بحطيكم الرابط في description طبعا بتفسح لك هذا الصفحة اللي هو هذا الفيكس مثلا انا عندي على سبيل مثلا عندي مشكلة معها فما بتشتغل او بيطلع لي error فا بنضغط بنروح لغران ثفت اوتو حرف Z غران ثفت اوتو عيزي غران ثفت اوتو عيزي غران ثفت اوتو عيزي لكامل الملفات طبعا من هنا التحميل تحميل الملف مبسط ووسف جدا طبعا بيطل برو شويه طبعا بيطل برو شويه كامل الملفات الموجودة في هذا راح ننقلها لملف اللعبة من وين نفتح ملف اللعبة بتضغط بزر الامين على اللعبة وبين فايل وكيشن نفتح لك ملف اللعبة بتنقل كامل الملفات الموجودة هنا ليه هنا سوي ياس و وراح يعني بتثبت بتثبت اللعبة معك بشكل صحيح فارقو اني اكون افدتكم في هذا المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة وتعطوا لايك المقطع يلا شباب اشوفكم في فيديو طاني